كابتن مصر كابتن محمد حشيش وكابتن قصام عربي وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة تقناة النادلالي في كل مكان عقب نهاية اللقاء والجولة الأولى لأسبوع الأول لدور الجمهورية لموليد 2003 وفوز النادلالي على فريق الشرقية للدخام بثلاثة أهداف مقابل أهدافين يعني كموجود النهاردة لكابتن محمود جابر نجم الكرة القادمة المصرية المدير الفني المنتخب الشباب الرجل من بداية بدي شغله بدي يجاهز ويشوف ويتابع كل الأمور كابتن محمود ده برحب بحضرتك على شاشة تقنات النادلالي تحيات الكابتن أسامة حسني كابتن محمد حشيش الكابتن أسامة عربي والجميع لامس المجهود الكبير جداً اللي انت بزله كأفراد الجهاز الفني بتتحركوا في كل الملاعب مرحلة صعبة جداً هي مرحلة الانتقاء يعني مرحلة صعبة جداً يعني بحييكوا على المجهود المبزول وعلى الاستعدادكم للموسم الجديد أهلاً بيك وأهلاً بقناة الأهل وتحيات الكابتن أسامة والكابتن حشيش وأسامة حسني والكابتن أسامة عربي طبعاً بداية الموسم معروفة بتبقى يعني شيء طبيعي اللي يبقى باللسة مرجوش لمستواهم طبعاً وكده وزي ما قلت أهم فترة فترة الانتقاء والاختيار دي فترة مهمة جداً لأن بعدها انت بتبني على شغلك وبعدين اشتغلت انتقيت صح واشتغلت شغلك هيبان ففترة مهمة جداً طبعاً بداية موسم زي ما قلت لك أنا جاي ومتوقع طبعاً المستوى مش هيبقى زي نهاية الموسم اللي فات ولكن احنا عندنا تجمع قريب فعشان كده يعني عندنا يمكن بعد ثلاثة أو أربع مباريات هنعمل تجمع ان شاء الله واحتمال يكون فيه بطولة لسة ما نعرفش بالزبط التجمع هيبقى البطولة هتوقع هتمش ولا لأ فمهم أولاً أنا بسرعة أجمع في الأسبوع الثلاثة أو الأربعة اللي هيتلعبوا دول الجهاز كله بيتفرج على مطشات وبجانب برضو بعض المدرين الفنيين للمناطق بيتفرجوا بيدوني تقرير دايركت على طول بعد المباريات إن شاء الله بإذن الله أنا عندي آه في هيكل عندي الحمد لله يمكن في البطولة العربية ظهر الهيكل بتاع الفريق بتأمنى إن شاء الله أن يكون فيه إضافات للفريق في الفترة القادمة أنا أولاً جاي هنا عشان كده يعني أنا جاي هنا والجهاز يعني فيه كرم مرسي كابتن كرم موجود في إسكندرية وكل أسبوع هنتوزع المباريات كلها إن شاء الله كابل محمود انطباعك عن المباراة النهاردة شايف المباراة زي وإن مباراة بتلعب لآخر ديه أكيد بتبقى سعيد إنه بقى يعني محايف طبعاً فريق شرية الدخان على المباراة اللي لعبها النهاردة ومجوده كبير جداً لكن بيبقى مهم جداً إن اللعيف في السنة ده بيبقى عنده الدافع إن هو يلعب لآخر ديه طبعاً في البداية فريق شرية الدخان بهني على الكفاح اللي لعب بيه والحماس والقتال اللي كان بيلعب بيه خصوصاً إنه جديد على البطولة لأنه في الشرية الدخان لسه صعادين من درجة تانية لكن زي ما قلتلك المستوى لسه يمكن وإنا متوقع قدع إحنا بقى بالزبط إحنا مخلصين أنا بكلم على المنتخب مش على الدور الدوري خلصان في نهاية خمسة أو في الإسبوع الأخير من خمسة المنتخب خلص في نهاية ستة فلما نقول ثلاث شهور أو ثلاث شهور ونص فترة طبعاً لما اللعيب يبعدوا للفترة دي شيء طبيعي إن مستوىهم بيتأثروا كده إنما كويس أو إنه يبقى فيه ثلاثة أو أربع أسابيع تمنى إن شاء الله في الثلاثة أو أربع أسابيع اللي جايين اللي يستعيدوا مستوىهم تاني إن شاء الله أنا عرف إن المهمة صعبة وصقيلة للكابتن محمود جابر لكن إن شاء الله أنت وكاتبت العمل اللي معك قدها خاصة إن منتخباتنا منتخبات النشئين الشباب بعيدة شوية عن المحافل في البطولات الأخيرة عن كاس العالم لندية أكيد عندك تطلعات كتير وعندك طموحات كتير إيه اللي أنت عايزوا بتقولوا كل أبين خاصة تفاتح باب منتخب مصر كل الجميع بص هو يمكن هي دي اللي أنا عايز أقوله إن الباب مفتوح بدليل لنا عندي هيكل للفرقة ولعبنا أبطولة ولعبنا خمس مباريات قوية جدا ولكن مع ذلك أنا جاي أشوف تاني لأن نفسي يعني أعمل حاجة كويسة للبلد وكده إن شاء الله وبدي فرصة لكل الناس يعني أنا واخد مثلا من الأهل التجمع الأخير كان معي أربعة لعيبة إنما في البطولة كان فيه اتنين لعيبة أتمنى أن يكون فيه زيادة من الأهل زمالك فيه لعيبة أم بي كل الأندية يعني أنا بدي فرصة لكل الأندية حتى كان معي في البطولة بطولة العرب كان معي لعيبة من الدرجة التانية كان معي لعيبة من بيتروجيت كان معي لعيبة من الترسانة يمكن فيه لعيبة انتقلت لأندية في الدور الممتاز وده يمكن نتاج العمل أتمنى إن شاء الله برضو إحنا هندي فرصة برضو لعبة الدرجة التانية ممكن أنا قبل التجمع ده هعمل تجمع لعبة الدرجة الممتاز بي والمميز فيهم إن شاء الله ينضم للمنتخب كابتن محبود يتمنى لك التوفيق وانتأدل هذه المهمة كل التوفيق وكل الدعم وكل أفراد المنظومة الرضية في ظهرك عشان تحقق لنا إنجاز إن شاء الله يضاف لإنجازات الرئيسة المصرية شكرين ربنا خليك حفرو حبيب ربنا خليك شكرا شكرا